السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله في هذا الدرس سوف نتناول أهم تمارين المتطابقات بجميع التمارين التي تحتوي على أفكار هذا درس مهم نحتوي على جميع تمارين المتطابقات التي فيها أفكار جديدة خلونا نبدأ بأول تمارين أي تكحيب ناقص A تربيع B ناقص AC تربيع ناقص BC تربيع على A تربيع ناقص AC زائد AB ناقص BC سنلاحظ هدول المقدارين في البداية في بناتهم A تربيع عام المشترك هدول المقدارين في بناتهم ناقص C تربيع عام المشترك هدول المقدارين في بناتهم ال-A هدول المقدارين في بناتهم ال-B خلونا نطالع العام المشتركة ونشوف إش راح يطلع معي من هون A تربيع لبرا راح تطلع راح يطلع عندي A زائد B طلعنا A تربيع من هون طلعنا ناقص C تربيع طلع عندي A زائد B من هون طلعنا A تربيع من هون طلعنا A ناقص C من هون طلعنا B طلعنا A ناقص C الآن من جديد من هون أ البلاد من هون Ihr عام المشترك الآن عندي A Fuk yeah طلعنا B من هون طلعنا ARA اي تربيع ناقل سي تربيع تكتب اي ناقل سي في اي زائد سي على اي ناقل سي هون ايضا عندي اختصار اي ناقل سي مع اي ناقل سي اذا الناتج النهائي اي زائد سي خاصنا من احتياز بي اختصار اي ضاد على اي أرس Shouldn't t pick A اختصار اي زائد بي مع اي زائد بي اس BL اي تربية ناقصي تربية تكتب A ناقصي بA زائد C على A ناقصي اختصلنا A ناقصي مع A ناقصي و ناتج نهاي A زائد B تمرين ثاني مثال ثاني المثال هو X تربية زائد MX زائد N ال M وال N اعداد من جهولة مطلوب مني حسابهم على X تربية زائد 7X زائد 12 نحن نبجي هون كل تحليل موجود ممكن نحن نحللهم هون عددين G-12 مجموعه 7 الاربع والثلاثة X زائد 4 X زائد 3 هون عددين G-8 مجموعه 6 هنا X زائد 4 و X زائد 2 اكس تربيع ناقص اربعة تكتب اكس ناقص اثنين ب اكس زائد اثنين الان ماذا سوف يصبح لديك اكس تربيع زائد ام اكس زائد ان على اكس زائد اربعة اكس زائد اربعة ب اكس زائد اثنين على اكس تربيع ناقص اربعة يساوي اكس زائد خمسة اكس تربيع نقص اربعة كتبناها اكس ناقص اثنين ب اكس زائد اثنين على اكس زائد خمسة يساوي اكس زائد خمسة عالا اكس زائد ثلاثة فلاذل ونختصر اجزايد اثنين مع اكس زائد اثنين تختصر اس عالا اكس زائد اربعة لدي اكس تربيع زائد ام اكس زائد ان على اكس ناقص اثنين يساوي اكس زائد خمسة الآن بضرب جداع الطرفين بالوسطين ينتج لدينا اكس تربيع زائد ام اكس زائد ان يساوي اكس باكس اكس تربيع اكس بناقص اثنين ناقص اكس زائد خمسة اكس تعطينا زائد ثلاثة اكس ناقص اثنين بخمسة تعطينا ناقص عشرة والان بمقارنة الشكلين الناتجين سوف ينتج لدي الام هي ثلاثة والان هي ناقص عشرة مطلوب منا ام ضرب ام معناها ام كما اتفقنا هي ثلاثة والان ناقص عشرة معناها ام ضرب ام يساوي لثلاثة ضرب ناقص عشرة والناتج سالب ثلاثة خلونا ناخد التمرين الثاني التمرين لدينا اثنين اي تربيع زائد ثلاثة اي بي زائد بي تربيع يساوي عشرة اي زائد بي يساوي لين مطلوب ان يقيم بي في البداية هون عندي ثلاثية حدود هاي راح احلله عددين جداون بي تربيع هنين بي ضرب بي عددين جداون اي تربيع هنين اي اي في اي لتأكد هاي تعطينا اي بي هاي تعطينا اي بي مجموعهم ثلاثة اي بي اللي هو الحد المنتصف اذا تحليله صح معتها هاي المتطابقة هي بالشكل اي زائد بي في اي بي اي زائد بي ضرب اي زائد بي اي زائد بي في اي زائد بي تساوي لعشرة ولكن بالتمرين هو اعطينا اي زائد بي اثنين معتها اي زائد بي اثنين اثنين ضرب 2 اي زائد بي يساوي عشرة بقسم الطرفي المعادلة على اثنين ينتج لدي 2 اي بي يساوي عشرة على اثنين خمسة والمعادلة المعطة لدي في اصل التمرين اي زائد بي يساوي أثنين بترح المعادلة الثانية للمعادلة World اثنين اي ناقص اي اي بي ناقص بي يساعد صفر خمسة ناقص اثنين ثلاثة اذن قيمة الاي ثلاثة نعوض هاي خلينا نسميها المعادلة اثنين نعوض في اثنين راح عوض مكان الاي ثلاثة راح ينتج لدي ثلاثة زائد بي يساعد اثنين وبالتالي سيطلع عنا البي يساوي ناقص واحد هي عادة سريعة اول شي عنا ثلاثة حدود حتى نحلل ان البي تدبيه هي بي ضرب بي والاثنين اي تدبيه هي اي بي اي للتأكد هيعطي اي بي و اي بي مجوون ثلاثة اي بي اذا نحلي صح اذا اذا هذا حسنا نكتب الشكل اي زائد بي ضرب اي زائد بي يساوي عشرة ولكن اي زائد بي عنا ياها 2 معناتها 2 بي 2 اي زائد بي يساوي عشرة قسمنا على 2 نتج لدي 2 اي زائد بي يساوي 5 و انا معطى لدي في السؤال اي زائد بي يساوي 2 عوضناها طرحنا المعادلة هاي من المعادلة هاي عطتني الاي 3 عوضنا في المعادلة الثانية حصلنا على البي ناقص واحد وناخد تمرين اخر بهذا التمرين كما تلاحظون عننا قسمة القسمة هي عبارة عن كسر البسط هو اكس زائد واحد على اكس تربيع المقام هو واحد نائس واحد على اكس زائد واحد على اكس تربيع مسcost فوق تم الامع كم يريح ومالي يزاوي الامع نضغط فوق خلط بي اكس تربيع المقام بي اكس تربيع adelante ا possibility سي jointre账 يجعلنا اكس ضرب اكس تربيع اكس قوة 3 واحدها اكس تربيع قسمة اكس تربيعه بتعطينا واحد اعلا طلبنا بي اكس تربيعها بيه اكس تربيعه اول سندق ناقص اكس تربيع قسمة اكس تربيع كم dai واحد. البسط هو فرق مكعبه يحدين يكتب اكس زادواحد بأكس تربيع ناقص اكس زادواحد. قسمة اكستربيع ناقص اكس زادواحد الان يوجد لدي اختصار اكستربيع ناقص اكس زادواحد مCKZ اختصار والناتج النهائي هو اكس زائد واحد. تمرين اخر. في هذا التمرين. تمرين مهم. فكرة جديدة. خمسة قوة عشرين. ثلاثة قوة عشرين. كيف رح نتعامل مع هيك تمرين. زي ملاحظ. هون عندي ثلاثة قوة خمسة. خمسة قوة خمسة. احاول اكتب هدول الاسس بدلالة قوة خمسة. لاني هون عندي قوة خمسة المطلوب. طيب كيف? خمسة قوة عشرين. نحسن نكتبها. خمسة. العشرين متل ما بتعرفو هي خمسة ب اربعة. بحسن اكتبها. خمسة. ضرب اربعة. ثلاثة قوة عشرين كمان رح نكتبها. خمسة ضرب اربعة. هلا بالبداية رح اشتغل بالبسط فقط وبعدين رح اعود المطام. هلا رح نشتغل بس بالبسط. وهذا البسط نحسن اكتبه. خمسة قوة خمسة قوة اربعة. ناقص خمسة. عفو ناقص ثلاثة. قوة خمسة قوة اربعة. هون رح اتعامل مع المتطابقة التربيعية فرق مربعي حدين. هاد بحسن اكتبه. خمسة قوة خمسة قوة ناقص خمسة ثلاثة قوة خمسة قوة اتنين. بخمسة قوة خمسة قوة اتنين. زائد ثلاثة قوة خمسة قوة اتنين. هاد من جديد. رح سنفرق مربعي حدين. رح نكتبه. خمسة قوة ناقص ثلاثة قوة خمسة. بخمسة قوة خمسة زائد ثلاثة قوة خمسة. هاد بنكتب معي. خمسة باثنين. خمسة قوة عشرة. زائد خمسة في اتنين. ثلاثة قوة عشرة. انا رح احافظ على هاد القوس. هدول القوس رح ارجع جمون مع بعض. هاد ضرب هاد بيعطيني خمسة. قوة خمسة عش. هاد ضرب هاد بيعطينا. ثلاثة قوة عشرة. بخمسة قوة خمسة. زائد. هاد ضرب هاد بيعطينا ثلاثة قوة خمسة. بخمسة قوة عشرة. هاد ضرب هاد رح يعطيني ثلاثة قوة خمسة عش. هاد كله مضروض. بخمسة قوة ناقص 3 قوة 5 على المقام ناقص نكتب المقام 5 قوة 15 بخمسة قوة 10 ب3 قوة 5 زائد 5 قوة 5 ب3 قوة 10 زائد 3 قوة 15 زائد 3 قوة 15 زائد 3 قوة 5 يساوي X قوة 5 لجانة التمرين الاساسي الآن اذا بتلاحظوا 5 قوة 15 5 قوة 10 و 3 قوة 5 5 قوة 5 و 3 قوة 10 3 قوة 15 مثلا هذا المقدار وهذا المقدار كلهم مثل بعض راحوا مع بعض اذا نجدر علينا بالبسط نجدر علينا 5 قوة 5 ناقص 3 قوة 5 زائد 3 قوة 5 يساوي X قوة 5 ناقص 3 قوة 5 وزائد 3 قوة 5 يختصر مع بعض اذا راح يضل علينا الناتج 5 قوة 5 يساوي X قوة 5 وبمقارنة الطرفين ينتج لدي X يساوي 5 اعادة سريعة للتمرين بالبداي جيت بالبسط باتبع عندي ناقص هون عندي هاي قوة 20 قوة 20 حاولت احلل هدول القوة 20 حسنت اكتبه 5 ضرب 4 جيت حاليا اشتغلت بس بالبسط هون حطيت قوة 5 تحت قوة 5 تحت حطيت فوق قوة 4 سيكون عندي القس زوجي سيكون احسن اخد القسمة 2 سيكون احسن استخدم فرق مربعي حدين سيعطيتني 5 قوة 5 للتربيع ناقص 3 قوة 5 تربيع مضروبة نفسه بس مجموع مرة زائد مرة ناقص من جديد تحولت معي مرة ناقص مرة زائد هذا قوة 10 وهذا قوة 10 جينا فكنا هدول القوسين بشان احصل على المقام نفسه بشان احسن اختصرهم فكيت ونعطوني هذا المقدار هذا حافظنا عليه اختصرنا هذا مع المقام ناقص 3 قوة 5 وزائد 3 قوة 5 راحوا مع بعض ظل عنا الناتج نهائي 5 قوة 5 يساوي 5 قوة X مقارنة الطرفين مع بعض طلع معنا X 5 خلائنا ناخد مثال جديد قرن نريح قطizin は